انضم إلينا من القاهرة الدكتور حمد فارس أستاذ العلاقات الدولية سيد حمد أهلا بك على شاشة الغد صباح الخير يعني أبدأ معك بعنوان لما يجري في جنين الآن ومخيمها وفي شمال الضفة ككل طبعا يعني في البداية أوسى الصلاح إن لله وإن إله راجعون نعزي أنفسنا ونعزي أشقائنا الفلسطينيين في ضحاياهم وأيضا أشيد بالتغطية الإخبارية المتميزة لقناة الغد الإخبارية سواء من يقف أمام الشاشة أو خلف الشاشات على اعتبار أن المجود الجبار الذي قامت به لتغطية الأحداث في جنين دلالة كبيرة على الوطنية وحرصهم الكبير على إظهار الحقائق داخل فلسطين أما ما يحدث فيه جنين الآن هو جريمة حرب مكتملة الأرقان يعني أرى أنها سرقت القرن بدعم ورعاية أمريكية واضحة خاصة أن إسرائيل كانت لن تقدم على مثل هذه الأحداث إلا بالتنصيق الكبير مع الجانب الأمريكي الإدارة الأمريكية هي من تتحمل كل ما يحدث في فلسطين الآن هي تخازلت وبشكل واضح وأرى أن كل الأزمات وعرقلت مبدأ حل الدولتين لن يأتي إلا بإرادة أمريكية لأن أمريكا هي الوحيدة القادرة في الفترات السابقة وبدلا من أن تلعب دور الوسيط المحايد في حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وإقامة دولة عادلة حقيقية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية دولة فلسطينية أرى أنها اتخذت الكثير من الإجراءات التي عرقلت وبشكل واضح كل الجهود الدولية الأخرى بعيدا حتى عنها لعرقلت هذا المصار السياسي الذي سيحمي منطقة الشرق الأوسط ويحمي أيضا الإدارة الأمريكية التي فقدت مصداقيتها وفقدت قدرتها على حل الصراعات ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في العالم أجمع وأصبح قيامها من على كرسي رئاسة العالم أمر واجب وأنه لا بد من أن تتحرق الأمة العربية تجاه الإدارة الأمريكية بالتخصص مؤلمة اقتصاديا عن ما هو مطلوب من تكاتف سواء عربي أو دولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني إسرائيل تقول أنها أبلغت الولايات المتحدة بهذه العملية العسكرية وهذا العدوان على جنين ومخيمها هل هذا يأتي من قبيل ومن باب الضوء الأخضر الأمريكي على هذه العملية طبعا الإسرائيل لن تستطيع ولن كانت لن تقدم على هذه العملية إلا إذا أعطت أمريكا الضوء الأخضر لها بمثل هذه الاقتحامات وهي سياسة واضحة من قبل الإدارة الأمريكية التي تحرقت في إطار سعيها إلى الحفاظ على أمن إسرائيل أي وكأن الفلسطينيين هم من يقوموا بالاعتداء على إسرائيل وليس العكس يعني مخيم جنيين بعيدا تماما ويهضع للأراضي الخضعة للسلطة الفلسطينية وأيضا هي أراضي فلسطينية واضحة ولكن تتحرك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية كي وأنها هي أراضي إسرائيلية وبدلا من أن تتحرك الولايات المتحدة لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني في العيش عيشة رغضة وهنية وبعيدا عن الاقتحامات المتكررة من الجانب الإسرائيلي إلا أنها لم تقم بهذه الحماية ولم تقدم ذلك وضربت بكل القوانين وبالقانون الدولي وبالقانون الدولي الإنساني عرض الحائط ولم تتحكم في إجراءاتها تجاه إسرائيل